اشتركوا في القناة اعلم لكم كذلك طريقة الخاصة في البحث على النيتشات الجديدة والتي ستحقق لنا ان شاء الله مبيعات محترمة الدرس اخواني سيكون قصير جدا وسيكون مركز للغاية لذلك انتبهوا معي اخواني اذا اخواني وجهت الموقع على الشكل الاتي فاولا وقبل البداية فاهم شيء اخواني في اختياركم للنيتش هو هذه الكلمات الاولى او العنوان الرئيسي فمثلا هنا نشاهد هذا العنوان قبل النقطتين هو الذي سوف نستنبط منه النيتشات التي سوف نشتغل عليها لذلك اخواني عند اختياركم لهذه الكلمات الاولية او المفتاحية التي توضع في الخانة الرئيسية للعنوان فيجب ان تكون مربحة وتكون عليها منافسة كبيرة جدا ويجب كذلك ان تكون الكتب التي سوف تظهر لكم في الصفحة الاولى تباع بكثرة اذا ساقوم الان بتجربة هذه النصائح على ارض الواقع فان مثلا ساختار كولورين بوكس هذا نيتش يعني عليه منافسة رهيبة جدا لاحظوا معي اخواني وكذلك هناك مبيعات كبيرة جدا يعني لاحظوا جميع الكتب التي تظهروا لنا او تظهروا امامنا فهي تحققت مبيعات كبيرة سواء كانت عن طريق الاعلانات او كانت كذلك ترفع بطرق عادية يعني دون اعلانات لذلك اخواني فالشرط الاول وهو ان النيتش الذي نقوم بالبحث فيه يجب ان تكون المبيعات فيه مطفعة وكذلك المنافسة فهذين الشرطين محققين لنا في هذا النيتش اذا الخطوة التالية نقوم باضافة كلمة ما وان اردتم المساعدة او برامج التي سوف تساعدكم على هذه العملية اما اختيار الكلمات التي سوف تقوم امازون بترشحها لكم او كذلك بالاعتماد على هذه الادات او هذا الامتداد الذي سوف تقومون بتحميله وتنصيبه على جوجل كروم الخاص بكم وهذا هو الاسم الخاص به ثم الخطوة التانية فانا قمت بهذه الخطوات سابقا حتى لا اطيل الفيديو فمثلا اضفت الى coloring book with number four kids اذا هنا لاحظوا معي كان في الاول ستون الف في نتائج البحث الان اصبحت اربعون الف ثم الان اضيف من ثلاث سنوات الى خمسة كذلك فلاحظوا معي اخواني اصبحت نتيجة عشرة الاف بعدما كانت اربعون الف ثم ماذا افعل كخطوة اخرى اقوم كذلك باضافة كلمة اخرى كما تلاحظون الان ثم اضيف هنا pre school وانظروا معي اخواني لان نتيجة اصبحت الف يعني من عشرة الاف الى الف فهذه نتيجة جيدا ويمكنك كذلك ان تتعمق اكتر حتى تحدى من عدد المنافسة وتكون نسبة ظهور كتابك عالية جدا وبالتالي تحقيق مبيعات في هذا الكتاب ثم اضيف هنا مثلا education لاحظوا معي اخواني الان اصبحت النتيجة اقل من الف وهذا هو المبتغى فكلما كانت هذه النتيجة اقل من الف في المنافسة الا وكانت حضود الكتاب في الظهور كبيرة وبالتالي تحقيقه لمبيعات اكتر اذا اخواني لاحظوا معي اخواني من ستون الف في المنافسة الى تمانية واحد وتسعون اذا هذه نتيجة جيدة جدا وبالتالي هذا هو النيتش الذي سوف نشتغل عليه ثم تقومون بوضع هذه الكلمات في العنوان الخاص بكتابكم وبالتالي تكونوا قد تجاوزتم المنافسة وان شاء الله سوف تحقيقون مبيعات محترمة في هذا الكتاب اذا كانت هذه الطريقة سهلة جدا وبسيطة اي تساؤل اخواني كان لديكم لا تنسوا ان تضعوه في التعليقات الخاصة بهذا الفيديو فانا اجيب على جميع التساؤلات وكذلك اخواني لا تنسونا بدعمكم باضافة اعجاب الى هذا الفيديو وكذلك مشاركته مع الاصدقاء لتعوم الفائدة وان كانت اخي اختي هذه اول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديد فيديوهاتنا اول باول وادمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة